قيل عنه أنه من أعظم الأعصير على مرر التاريخ إعصار ميلتون اللي ضرب ولاية فلوردية في أمريكا وكان القرار أن كل المواطنين عليهم أن يغادروا مساكنهم ومنازلهم لأن قوة هذا الإعصار بلغت 280 إيلو في السياع تصور كده أن العربية تكون ماشية أمام منك على سرعة 280 إيه الضمار والخراب اللي حتخلفه العربية فما بالك بالرياح الذي لا يستطيع أن يقف في وجهها أي أحد وكذلك أيضا المياه والمياه يعني سبحان الله من أعظم جنود رب العالمين هذا الإعصار يعني سبحان الله هو آية من الآيات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لعبادي ليس من فعل الطبيعة لأننا لو قلنا أن الإعصار من فعل الطبيعة معنى ذلك أنك تبتنفي أن الله عز وجل سبحانه سبحانه لو تدخل في أمور الكون وأنا عايز أقولك أن ما فيش أي شيء بيجري في الكون هذا إلا بمراد وعلم الله جل وعلا قال الله عز وجل وما يعزب عام ربك من مثقال ضرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إذن هذا الإعصار هو آية من آيات الله جل وعلا أرسلها الله عز وجل ليخوف بها عبادي المؤمنين قبل الكافرين فعشان كده ما يقص إن إحنا نشمت ونقول مثلا يعني سبحان الله شوف ديت على ما هيت وغرآنين في المية عايز أقولك أن ربما يكون في ناس مسلمين كتير جدا أو عباد مؤمنين موجودين في ولاية في الأرودية وربما أن يكون الضمار ده غصبهم وضرهم تصور إن الإعصار ده يعني سبحان الله كلف مديونية عظيمة جدا قيل يعني الرئيس بايدين بيقولك إن 50 مليار دولار لحد الآن في 3 أيام فقط خسارة نتيجة لهذا الإعصار وبعض التقارير تقولك إن ما يقارب من 100 مليار دولار نتيجة خسارة هذا الإعصار إعصار في 3 أيام فقط يعمل كل المخلفات دي تصور كده الإعصار ده لو ضرب أي دولة من الدول العربية يعني سبحان الله ما عندهاش قوة ولا عندها إمكانية زي الولايات المتحدة الأمريكية ما عندها تمكين وعندها قوة هل حتقدر إن هي تصد هذا الإعصار؟ بالطبع لا فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن العصار دي بعيدة عنها فنحمد الله عز وجل على ذلك ونتطعث ونعتبر بالموقف ده ونعرف إن دي عبرة ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لنا عشان نحضر من شر يعني سبحان الله كل الفتن وكل الظواهر اللي بتحصل حوالي مننا تأمل كده يا معي يا أخي الكريم إن كان فيه إعصار اسمه دانيال في اليونان والإعصار ده ضرب اليونان وعبر من اليونان لحد ما وصل لديرنا في ليبيا وخلف كتير جدا من المصائب خلف منه عشان كده الإعصار ده يعني سبحان الله تخوف من الله عز وجل لعباته وده يعني سبحان الله رضع لكل من تسول له نفسه أو يظن للحظة من اللحظات إنه عنده قوة وعنده كب وعنده تمكن في الأرض وقال فعلا كما يقال إن هذا الإعصار من أعظم الأعصير على مر التاريخ تعال كده نتأمل يعني سبحان الله قوم عاد قوم عاد يعني سبحان الله استدبروا في الأرض وقالوا من أشد مننا كوة وجالوا إن ما فيش أي حد يقدر أنه يقف في وجهنا ولا فيه أي حد يقدر إنه هو يمنعنا من اللي احنا عايزينه ولا حد يقدر علينا زي ما قال صديقنا ده بالظبط كده إن ما فيش أي قوة تقدر إنه هي تقف في وجهنا وكانت النتيجة قوم عاد لما استكبروا ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريح بنفس سرعة الريح دي يتلقى بالعكس كانت سرعتها أقوى وأقوى وأقوى حتى إن ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا المشهد في القرآن الكريم فقال الله عز وجل كأنهم أعجازوا نخل منقع يعني ما فيش يعني سبحان الله نخل كده وائع لأن طول الواحد كان 13 متر يعني طوله كان طول النخل قالوا لك هنحن نلف كده حوالين المدينة بتاعتنا ونقف ونسبت هوا فالهوا ما يقدرش إنه هو يعني سبحان الله يعبر أو يدخل لمساكننا أو المنازل بتاعتنا كذلك أيضا يعني سبحان الله الحمايات اللي انت وضعتها هل استطاعت إن هي تمنى عنك قدر الله جل وعلا؟ هل استطاعت إن هي تحميه من آية من الآيات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها؟ عشان كده يعني سبحان الله كل المخلفات ديت ما يقارب من 100 مليار في دولة عظمى تخسرها في 3 أيام طب ما بالك باله والإعصار ده استمر ووصل لأماكن كتير قوي لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الأعصير يعني سبحان الله بتكون دايما في المحيطات أو داخل المحيطات نادر لما بتلاقي إن فيه إعصار بيتعدى المحيط أو بيخرج من المحيط لكن كل اللي انت شايف قدامك ده هو للعبرة وإننا ندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن هؤلاء وإنهم يعني سبحان الله ربنا يرؤف بيهم لأن فيهم مؤمنين وفيهم موحدين وأمرهم كلهم إلى الله وهنا نرجع لمسألة مهمة جدا الإنسان اللي بيموت يعني سبحان الله في الإعصار إيه بيكون مصيره النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر وبيغبرنا إن أي عبد يموت في ظل غرق أو في ظل هد فهو شهيد عند الله جل وعلا فكل عبد مؤمن مات تحت هذه الأعصير فهو يعني سبحان الله شهيد بإذن رب العالمين أما كل الضحايا اللي خلف هذا الإعصار فالحمد لله رب العالمين إن ما فيش ضحايا كتير جدا من البشر لأن الإعصار اللي انت شايفه ده إعصار ضخم جدا وما فيش أي دولة تقدر نية قوم الأعصير أو الظواهر الطبيعية وده طبعا ندل بيدل على قدرة وكمال الله جل وعلا وعلى قدر التدبير في خلقه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إيه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم من يتفكروا مهما كانت عندك من أجهزة ومهما كانت عندك من أدوات تستطيع من خلالها إن كنت تقيس قوة الجو وقوة الأعصير وإن كنت تقدر تحمي بها نفسك لن تقف أمام جند الله جل وعلا لأن يعني سبحان الله الريح هو جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى يصلتها على من يشاء من عبادي وهي عقاب من الله جل وعلا لبعض عباد الله سبحانه وتعالى عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت ريح وكانت الرح دية يعني سبحان الله عاصفة أو ريح ضخمة كان أقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير ما في هذه الريح وخير ما هبت به وأعوذ بك من شرها وشر ما هبت به فكل إنسان يعني سبحان الله يتعرض لريح شديدة بنفس الكوة دية قول كده في وش الريح دية اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هبت به وأعوذ بك من شرها وشر ما هبت به فإنها لن تضرك بإذن رب العالمين عشان كده يبقى سؤال أسأله لكل إخوات المتابعين هل الإعصار اللي أنت شايفه ده آية من آيات الله جل وعلا وهل هو فعلا يعني سبحان الله نتيجة يعني يعاقب بها الله عز وجل كل من استكبر في الأرض وظن أنه لا أحد أشد منه كوة فتكون الإجابة عليه بهذه الظواهر الكونية والآيات الربانية أم أنه يعني سبحان الله مجرد عقاب من العقابات التي ربنا سبحانه وتعالى يصب بها بعض من أبنى من عبادي وهي ليست خاصة بالكافرين وحدهم بل هي أيضا تصيب المؤمنين شاركها فتدل على خيرك فعلك في آمان الله شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين